من ثلة من الشباب المتحمسين إلى فريق كامل منظم يرتقل عمل الإغاثي في هذه البلدة القلمونية الهلال الأحمر منظمة إنسانية خيرية يضم عددا من المتطوعين يصل عددهم إلى خمسين فردا يقضون جل وقتهم في هذا المركز هنا طفل في العاشرة من عمره يساعد في نقل المساعدات إلى السيارة المختصة بالتوزيع يقسم فريق العمل المدينة إلى أربعة قطاعات رئيسة الشمالي الغربي الشمالي الشرقي الجنوبي الغربي والجنوبي الشرقي وتعمل في كل قطاع سيارة وبهذا ينجز العمل كله في غضون أربع ساعات العمل هنا تطوعيا بحت وحتى سائق السيارة متطوعون بسيارتهم ووقودها من نفقتهم الخاصة أبو عبد الله أحد أهم الناشطين في المجال الإغاثي يروي لنا من مستودع الهلال الأحمر من يحتويه ذلك المستودع والمواد التي يتم توزيعها بعد شهر السيدس السابع تصار حركة نزوحة وصل العدد من الشهر السيدس اليوم تقريباً متوجدة بقارة قريباً لألف عائلة كانت مات نغطي كل 15 يوم فتحنا المجال العشبتيام على 20 إلى 25 يوم اليوم كان عنا صادف اليوم التوزيع اليوم وزعنا تقريباً شي 700 غزائية عنا الحصة الغزائية نحن للخمس أشخاص يعني كل خمس أشخاص ماعتبرهم الحصة غزائية يعني العائلة 8 أشخاص ماعطيها حصة غزائية كبيرة حصة غزائية صغيرة الحصص الكبيرة فيها مواد يعني متسر التوزيعات 19.5 بتوافع 27.6 هجري هي الأعداد مع ملكنت ما فيها الأعداد الكبيرة يعني يعني إذا بتحصيهم بيطلقوا تقريباً شي 300 وشوي كل ما يقوم به الفريق هنا مسجل في دفاتر خاص وهناك من يختص بتخزينه كمنفات الكترونة يتم تحديثها باستمرار تقطع هذه العائلة الحمصة ومتفرد عدد أفرادها في هذه الوفة التي كانت في الأصل كراجاً للسيارات والسكن هنا في برد المدينة القارس أمر مستحيل إذا ما حل الشتاء وبقيت في الأرض مجرد تلك الحصيرة ولم يوزع ما يكفي من وقود التدفئة ترجمة نانسي قنقر